وسط غموض يلف سيطرته وانسحابه خرج تنظيم القاعدة من مديرية حجر بحضر موت بعد يومين من انتشاره فيها الانباء الواردة من حضر موت اكدت انسحاب عناصر القاعدة من مواقعهم في الاطراف الشرقية من مديرية حجر ووفق مصادر اعلامية فان افرادا من تنظيم القاعدة فروا باتجاه مديرية يبعث بينما هرب اخرون نحو محافظة شبوه قيادة المنطقة العسكرية الثانية اعلنت تحرير ارياف المكلة من تنظيم القاعدة وقال محافظ المحافظة قائد المنطقة الثانية اللواء فرج البحسني ان العمليات العسكرية انتهت بالسيطرة على وادي المسيني مواكدا تأمين الجيش لوادي حضر موت مصادر عسكرية اوضحت ان قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الامارات وباسناد جوي كثيف من مقاتلات التحالف هي من تولت تنفيذ العمليات العسكرية ضد القاعدة واكدت المصادر مقتل اكثر من عشرين من عناصر القاعدة كان تنظيم القاعدة قد سيطر على المكلة اوائل الفين وخمسة عشر والسمر فيها لمدة عام وخرج منها في ابريل الفين وستة عشر بعد مواجهات مع قوات النخبة الحضرمية العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة بحضرموت التي استمرت يومين انتهت بطرد التنظيم من وادي المسيني ومديرية حجر في ظل تساولات عن طبيعة المواجهات الدائرة مع القاعدة وتخوفات من امكانية عودتها مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر